تحيات اسكندريا تداول حويات ومازال نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول فوق دعم قوي جدا ومنطقة طلب رئيسية بالنسبة لنا اللي عنده مستويات 35 لحد مستويات 36 اللي كنا محددينها مع بعض في اخر فيديو دي حركة سعودية واضحة جدا وده سعود الدفاعي والاهم من ده ان السام بينزل على شكل تصحيحي وده اللي يأكد ان السام تحاول على تندساء ABC ABC ما قبل تكملة الاتجاهة سعاد اي تراجع للسام وفرصة شرائية مع الالتزام الوقف عند مستويات 34 جنيه اللي اتوقع ان السام مش هيكسر لو جاءت على فريم اكبر شوية روحنا على فريم الدلي خلينا نروح مع بعض ونبص على النظرة بتاعتنا انا ما زلنا بن ايه ما زلنا بنصح كل الموجة دي للمفروض كانت تكتفي بمستويات 38 اللي 50 فيبو احنا ابتدينا مستويات ال61 فيبو وكان عندي موجة اكس غلص غلاسة هي دي اللي عطلت الدنيا كلها وهبطت بينا هبط عنيف طيب ما زلنا بنستهدف ايه ما زلنا بنستهدف بمنطقة البساطة احنا اخد القمة والقاعة اللي تشكله عندنا في الموجتين وانا ابحث عن مستويات ال38 اللي 61 فيبو هلاقي عندنا هدف عند مستويات ال92 جنيه واول هدف هنفكر فيه هو هدف ال75 جنيه صعد السام وبقوة نستهدف مستويات ال92 جنيه وما زالت النظر ايجابية لهذا السام وبلاش نطول في السام بعد 75 جنيه لو لدينا اي ضعف نخرج مش شرط تاخد ال92 جنيه طالما لقي الضعف اخرج احنا عندنا تداول في اخر موجة اللي ممكن تيجي منقطع ممكن تيجي ضعيفة ممكن السام ما ساعدش بقوة لان انخفض الدولار هيقصها بشكل كبير جدا في السوق اللي انخفض في السوق الموازي فده هيقصها بشكل كبير جدا على حركة الاسم اللي مقايمة معظمة كان بالدولار بـ 65 وبـ 70 جنيه علشان كده احنا هنرائب بشكل مهم جدا مستويات ال75 ونص قصرناه وبقوة هنروح نستهدف الهدف التاني بتاعنا اللي عنده مساعدت ال92 جنيه ممكن اخد اهدفي بطريقة تانية اخد القمة والقاعة اللي تشكله عندي في الموجة دي وابحث عن مستويات ايه ابحث عن مستويات الـ 200 فيبو اللي اقبارده نفسي راية عند مستويات التسعين جنيه مازلنا ننتظر نشوف ردة فعل قوية من عنده المستويات دي اعتقد ان احنا مش هنقصر المناطق دي واعتقد ان احنا هنشوف ردة فعل غدا للسهم من منطقة الطلب المهمة جدا جدا عندنا المنطقة دي اللي عنده مستويات الـ 35 لحد مستويات الـ 36 جنيه وبالتوفيق اشتركوا في القناة